موسيقى 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 عم نحكي عن شي بيجمع الأسرة السورية وهالشي أكيد جسد مقاومة وإرادة للحياة لدى السوريين على امتداد سنوات الحرب صبحنا خير لليوم وأكيد غير من المخبز الآلي بمشروع دمر ولو كل عمال سوريا كل عام وأنتو بألف خير كل عام وأنتو بخير نور كل عام وأنتو بخير نور كل عام وأنتو بخير صباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية صباح الخير لكل العمال السوريين أني اليوم بنطلبي حلقة استثنائية من برنامج صباحنا غير موعدنا بيتجدد معكم من دمشق عاصمة الياسمين ليكون اليوم حامل معه رائحة الخبز والمثل الشعبي بيقول الخبز الحاف بعرض الكتاب يمكن هالكلمات ما كانت عن عبط لأنه هرغيف كان وما زال رمز للصمود السوريين فرغم محاولات الإرهاب الدائمة إلا أنه معاملنا وأفراننا وجميع منشآتنا ما زالت صمضة عم تحارب الإرهاب واليوم عن نوجه تحيتنا أكيد في واحد أيار لكل العمال السوريين كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم فخرنا وعزنا وانتصارنا الدائم فاصل صغير وبنبتدي صباحنا لليوم مشاهدينا اشتركوا في القناة نور الأول من أيار هو اليوم العالمي لعيد العمال خلونا سوا نتعرف على حكاية هاليوم ضمن هالتقرير يوم في السنة يطلق عليه يوم العمال أو عيد العمال وهو مناسبة سنوية للاحتفال بهذا العيد ويعد عطلة رسمية في العديد من دول العالم ويحدد في الأول من شهر أيار من كل عام ويعد أيضا من الأيام المهمة في تاريخ العالم إذ يرمز إلى احترام وتقدير العمال والموظفين في كافة القطاعات لأن العمل هو الحالة التي تعبر عن مدى جدوى الإنسان في الحياة ففي العمل تحقيق للذات في المقام الأول وفي نفس الوقت نفع للوطن لذا يكرم العمال في هذا اليوم لمساهمتهم الفعالة في نهوض مجتمعهم فاليد التي لا تعمل لا تستطيع جلب قوت يومها والعيش في ظل عالم أصبح الحصول فيه على لقمة العيش ليس بالأمر السهل فاليوم عيد العمال أصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة فالعامل الذي يكد ويتعب طيلة العام بهدف كسب رزقه يستحق كل تقدير واحترام قريش الصمود الأسطوري للشعب العربي السوري خلال سنوات الست الماضية من الحرب العدوانية على سوريا كانت بفضل سواعد وخبرات الطبقة العاملة المنتجة أكيد نور والطبقة اللي شكلت بعمق انتماء رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري بتصديه البطولي ومقاومته للإرهاب بمختلف أشكاله محافظة حمص تهدي التحية لطبقة العاملة على امتداد ساحات الوطن تفاصيل أكتر مع مراسلنا بحمص أسامة ديوب حب قول كل عام وأنت بخير لكل عمال سوريا ونحن الرديف الثاني للجيش العربي السوري مثل ما الإرهاب تخرب ببلدنا نحن رح نعمير ورح ترجع سوريا أحسن بقول كل عمال سوريا كل عام وأنت بألف خير وبقول كل عمال لأخوات الجيش المسلحة الباسة أنتم عم تحاربوا عجبهات وعمتم تزولون عجبهات ونحن تحارب هون كمان بعملنا وحيي سموذكم أيها العمال السجعان وكل عام وأنتم بخير وأعطاكم الله النصر والقوة إن شاء الله نحب نعيد على العمال نقول لهم كل عام وأنتم بخير وهم يقفون مع الجيش في خندق واحد بعد قضاء على الإرهاب سيبنونا الوطن لازم نبني بسوعدنا لازم نبني سوريا الحضارية لازم نرجع نعمرها من أول وجديد وأنا بحب أقول لجيش العربي السوري الله يحميكم نعيد رفاقنا العمال بهالمناسبة اللي عم يدافعوا يد بيد مع الجيش العربي السوري حقيقة جيش العربي السوري عم يدافع بسلاحه بالخطوط الأمامية وكل عامل وراء ما كنته كل إستاذ بمدرسته أي عامل حقيقة هو عم يدافع وعم يجاهد بعمله بمسابرته بمتابعته بيزهبوا حتى الطالب بيزهبوا إلى مدرسته وعم يكافح وعم كل إنسان بمكان عمله هو حقيقة عم يدافع عن هالوطن حي جميع العمال في الجمهورية العربية السورية هؤلاء الجنود البواسل الذين يقومون بمعركة البناء والصبر يدا بيد مع الجيش العربي السوري على ساحات التحرير وقهر هؤلاء الإرهابيين التكفيريين والنصر حليفنا بإذن الله ريش طوال سنين الحرب على سوريا لم يتوقف إنتاج المخابز عن تأمين نقمة عيش المواطن السوري من الخبز اليوم واحد ولم تختلف جوته بين يوم وآخر بل على العكس كانت جميع الجهود متضافرة للحفاظ عليه يوريب كان في إشاعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت موضوع الخبز وإمكانية تراجع إنتاجه أو حتى ارتفاع سعره إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك يوما بعد يوم واليوم نحن بهذا المخبز مع عماله رح نضي أكثر على الموضوع وأكيد بصرنا أن نرحب السيد معاً خضور مدير فرع مخابز دمشق سعد صباحك سعد صباحك سعد صباحك كل عام أنت بخير يا رو كل عام أنت بخير نعاد عليكم الصحة والسلامة سعد صباحك بالبداية دعنا نحكي عن واقع يمكن الأفران والمخابز رغم كل ظروف الحرب على سوريا أنه ولا فرن توقف عن العمل اليوم واحد فينا نقول في البداية تحيي إلى جيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب على امتداد الجغرافيا السوري والرحمة للشهداء الجيش العربي السوري والشفاء العاجل لكل جرحانا كل عام وعمال سوريا بألف خير كل عام بخير للعاملين في المخابز الذين يواصلون عملهم ليلة نهار من أجل تأمين الخبز لكل عائلة سورية كل عام بخير لسيد الوطن الرئيس دكتور بشار الأسع مما لا شك فيه أن الشركة العامة للمخابز من أكثر الشركات العامة تضرغا منذ بداية الأزمة حيث تواجه قطاع المخابز تحديات كبيرة مع بدء هذه الحرب المنهجة على الشعب السوري ويمكن الإرهاب حاول كثير الإرهاب حاول كثير يستمتلك جميع المنشآت الرسمية وذلك الارتباط قطاع المخابز مباشرة بلقمة عيش المواطن السوري فكان رغيف الخبز هو خط أحمر بالنسبة للحكومة والعائلة السورية على حد سباح قارتي منذ بداية الأزمة والعصابات الإرهابية تقوم بحرب ممنهجة على هذا القطاع على الدولة السورية بشكل عام وقطاع المخابز بشكل خاص فقامت بتدمير البنى التحتية من معامل الخميرية والصوامع والمطاحة ولكن بفضل دعم المقدم لنا من الحكومة والمتابعة الحسيسة لنا والعمالنا الذين كانوا يصلون للليلة بالنهار من أجل تأمين مادة الخرز بكل مواطن في مدينة نحن نتعلم بحلطة استثنائية من المقبز الآلي في مشروع دمر خلينا نحكي عن واقع هيدا الفرز بالنسبة لمقبز دولة دمر هو أحد المخارز المهمة والذي يعمل بسلاس قطوط انتاج طاقة انتاجية يومية تقدر ب45 طول قبز يومية يتم التوزيع هذا الخرز تعرف الضمن الأحياء الموجودة في منطقة مشروع دمر لا نحن يعني استاذ معنا في كثير اشاعات مثل ما ذكرنا دايما بتطل رغيف الخبز اليوم كمان من احدى الاشاعات كانت بالفترة الأخيرة انه في نقص يمكن بالمستلزمات بانتاج رغيف الخبز كيف عنده تصدوا لهالاشاعات هذه عبارة عن شائعات مستلزمات بانتاج متوفرة بشكل كامل من دقيق وخميري وملح وهذا طبعا خلال عزمي والفترة السنوات السابقة كانت تقوم العصابات الإرهابية بمحاولة ممكن ما قد لك انه تدمير معامل الخبيري والصوامع والمطاح حتى تدمير المخابز المحيطة بمدينة دمشق لأن هنا ولا يوم من الايام صحيح كان فيه قلي بالمستلزمات الانتاج ولكن كانت الحكومة سريعة بتأمين مستلزمات ولا يوم خلتنا ننقطع من تأمين هالمستلزمات من الأجل تأمين رغيف الخبز للمواطنين طبعا مثل ما تعرفين يعني ما تركت شيء لإصابات الإرهابية إلا واشتغلكم طبعا بفضل مساعدة الجيش والقوات المسلحة لنا بقنظيم بوقفتهم معنا بقنظيم الأدوار وأحيانا كانوا يدسوا لإصابات الإرهابية سمومهم بين المواطنين يقوموا بشراء الخبز بدمياء كبيرة وإتلافة بشكل الحمد لله جاوزنا هذه المرحلة طيب خلينا نحكي اليوم شو الصعوبات والمعاوخات اللي عم يتواجبون يعني في كتير جهود ومضاعفة عم تبزلوها للاستمرار في إنتاج رغيف الخبز نحنا عم نحكي عن رغيف الخبز لأنه إله رمزية وخصوصية فينا نحكي نقول رغيف الخبز اليوم هو أمن قومي للمواطن السوري الآن مثل ما تعرفين مثل ما أنتلاقي نحن لا يمكن أن نتصر ولا دقيقة بتأمين كافة مستلزمات الإنتاج من أجل تأمين الرغيف الخبز الصعوبات اللي اللي مواجهنا كانت هي قرقات ومثلا يكون في عنا عمال من مناطق بعيدين نحنا نقوم بتأمين هؤلاء العمال وتأمين منامات منامي يعني ضمن المخابز من أجل استمراريه في إنتاج الخبز حتى لا تحدث احتناقات واحتناقات بين المواطنين من أجل تأمين بادر سيد معنا رح نتابع حديثنا معك أما هلأ بس ننتقل لمحافظة اللاذقية لنستمع على بعض المعايدات من المواطنين السوريين لعمالنا في واحد أيار عيد العمال في كل عام وجميع عمال سوريا بألف خير مع مراسلتنا على ناصر عيدوا على سوريا بالأمان وبالخير لكل الناس وشوي تفرجوا عنهم للعمال إن شاء الله بصير وضعهم أحسن وكل عام هن بألف خير إن شاء الله عمال عم يشتغلوا لهالوطن ويتعبوا ويقدموا وكل عام وانتوا بخير نحنا بنشكرهم على الجهودهم الكافية والله يعطينا العافية والله يقويهم ونحنا سوا عمنا عمرها لسوريا نحوها الأحسن بإذن الله مو بس عمال ونشكر الجيش العربي السوري كمان يلي هو العامل الرئيسي لحت الان أنا وياك عم نحكي هلا مع بعض يعني عيد العمال عيد عظيم يعني العمال عم يكملوا مع الجيش العربي السوري في بناء الوطن يعني نمسى مثلا ما نمسى عمال الكهرباء عمال النفوض عمال كل الشركات يعني عم يقدموا يعني وعم يضحوا ورحلوا إن شهداء يعني وكل عام وانت بخير لكل العمال يعني ونحنا بنقل لهم كل عام انتوا بخير وان شاء الله سواعدكم وإيمانكم بهذا البلد وبإمكانياتكم تقدروا توقفوا هذا البلد مع الجيش كأداة رديفة فعالة مع الطلبة الجيش على الجبهة والعامل محلوا بس عم يتابع يعني عم يفزل كمان بمكان آخر عم يضحي يعني نفس التضحية بحيث أنه ما يتعطل شي بالوطن كله يد العامل هن اللي عم يشتغلوا وبعملوا والله يعطيهم للعافية كل عام وانتوا بخير والله يمدون بعافيتون وتطورهم في هالبلد موسيقى 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 يعني أستاذ معنا اليوم عم يتم بزل جهود كبيرة لأعطاء هالعاملين حقهم ويعني مقابل هالجهود الكبيرة اللي عم يبزلوها في سبيل دائما يعني توصيل رغيف الخبز لكل اسرة سورية شو هالجهود اللي عم تبزلوها أكيد لحتى ينعطوا حق هالعاملين أنا بالتأكيد أنه عمالنا عندهم ساعات عمل خويني جداً يعني تتراوح حوالي 12 ساعات عمل يومية ومن خلال الجولات المكسفة من سيد وزير التجارة وحماية المستهلة والإطلاع والإطلاع على واقع العاملين في هذا المخابر وجد أنه جميع نسبة معينة من العمال غير مسبتين فقام بإجراء عقود سنوية لهم من أجل حصول على مكرمة غلاء المعيشة مكرمة السيد الرئيس بغلاء المعيشة اللي هي البالغة 11.500 ليرة وعطاءهم حقوقها بالإضافة إلى جولات والمفاجأة عندما يجد مثلاً السيد الوزير أنه الخبز جيد وتعب هؤلاء الأمال كان يقوم بصرف مكافأات شهرية تقدر بـ 5000 ليرة شهرية لأنه عمالنا بتعرفي عملهم طويل يعني ليلها بالإضافة ممكن ما يعني نحن بمخابز أكثر شريحة تتعرضت للأزاق وخاصة أنه نحن قدمنا شهداء في بعض مخابز بزنا مثل مخبز شاغور ومخبز عدرة ومخبز برزي الألي وخطف السيارة هالمخابز فكانت الحكومة دائماً متواجدة متواجدة وتقدم لنا كل مستلزمات ومستخلات العمل التي تؤمن حقوق العالمين أكيد الرحمة لجميع شهداءنا خلينا نحكي عن تثبيت العمال الميومين قداش مهم تثبيتون فيه كان منحها لأيون عملية تثبيت العمال هي تخلي استقرار باليد العاملية لعمال المخدر وبتحفز العاملية فهنا وقت اللي بيكون العامل الميومي يعني راد بو قليل يعني بيشتغل عن نظام الميومي يعني بيأخذ حوالي لكن ما بيشتغل ما بيأخذ نا يعني 16 ألف ليرام قابل مثلاً أنه عشر ساعات عمل فمتل ما قلت لك أنه نتيجة اطلاع السيد وزير التجارة على واقع هؤلاء العمال ومطالبتنا نحن الحسيسي إلون دائماً لجهات المعانين فأجرى اختبار لكافة العاملين بين المخابس ليس في دمشق وإنما في جميع المحاة سوريا من أجل استقرار هاليد العاملين وتحفيزها على أفضل بما أنه ما توقف ولا يوم رغيف الخبز بوصوله لكل إسرة سورية نعم نشهد أستاذ معانا يكون فيه إمكان شوية ازدحام على المخابس كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع وكيف عم تكون توزيع الكميات على المخابس بالتأكيد في بداية الأزمة كان هناك ازدحام مثل ما قلت لك نتيجة يعني نتيجة الإصابات الإرهابية المسلحة التي كانت تدس سمومها بين المواطنين بشكل دائم وتقريبا للمعامل الخميرة والصوامع والمطاحن والمخابس المحيطة في الندينة دي بشر لأننا كنا أحيانا الجيش والقوات المسلحة ساعدنا دائما بشكل دائم بعملية تنظيم الدور بالنسبة لمستلزمات الإنتاج مثل ما قلت لك أن الحكومة دائما كانت تخلفنا وكانت متابعة لنا بشكل يومي وخاصة بالفترة الأخيرة لحظتي صار فيه العصابات الإرهابية قامت بقطع المياه عن مدينة دمشق اللي مدينة أكثر من شهر فكان فيه ازدحام عن موضوع المياه والمخبز يحتاج يوميا إلى ألاف المترات من المياه مخابس كبيرة يتمكنون بمخبز دمار وغيرها فكانت بمتابعة حسيسة من الحكومة والسيد الوزير والجهات الأمني الموجودة في المحافظة هي تؤمن سيارات الأطفاء وجلب المياه للمخبز من أجل استمرار العملية الإنتاجية في المخبز وتأمين كافة حتياجات المواطنين المادة سيد معاً يمكن شهر رمضان على البواب خليل نحكي عن تحضيراتكم واستعداداتكم لهذا الشهر الكريم لأننا نطمن الأخوة المواطنين بالنسبة لشهر رمضان المبارك أنه نحن ليس لدينا عطل في شهر رمضان نهائياً والمادي متوفرة مستلزمات الإنتاج متوفرة حالياً والوضع على المرحلة هذه أفضل بكثير من المرحلة السابقة لأنه كنش صار الحمد لله متوفر لدينا مستلزمات إنتاج دقيق وخميري وملا ومازوت وميا كلها تكفي لأيام طويلة وليس الخوف في شهر رمضان وإن شاء الله لك كل عام وأنت بخير وإنت بخير يا رب نحن نشكر كل الجهود اللي عم تبزلوها في سبيل تأمين رغيف القبض لكل السوريين وأكيد كل عام وأنتوا بخير بكل عام وأنت بخير شكراً كتير لألك الثلاث مع القضون وأنا بشكر منبرك الكريم هذا لوجودك بين عماننا وكل شكراً لك شكراً إليك سيد معك خطور مدير فرع مخابس دمشق شكراً لوجودك معنا أما هلأ نور راح نترافق بمحطتنا التالية مع رجال صنف عملهم ضمن أخطر المهن بالعالم وعرفوا أيضاً بأنهم لا يخافون الموت ولا المخاطر هم رجال المهمات الصعبة تجدهم في المقدمة هم رجال الأطفاء تحية لإيلون ولبطولاتهم كاميرا الإخبارية السورية رصدت واقع العمل ونقلت تحيتهم بمناسبة عيد العمال برفقة زميلتنا في المعودة رجال لا يهبون المخاطر هم الجنود المجهولون رجال الأطفاء لنتعرف سوية على آلية عملهم جرس الهاتف هو المنبه الأول الذي يطلقاه رجال الأطفاء لتبدأ المهمة ومنها بقية الاستعدادات لتلبية نداء الواجب موسيقى تقع على عاتق الرجال الأطفاء مهمات كثيرة ومنها هي أطفاء الحريق وإنقاذ الحريق طبعا كل جندي بالزمرة له مهامهم فنحن عندنا جندي الأول وجندي الثاني وجندي الثالث وكل جندي يعرف مهامه في أثناء الحريق ونحن في السلم وفي الحرب لا نتقاعص عن أي مهمة توكل إلينا عملنا يقوم على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وهلأ نحن بوضعنا الراهن بزمن الأزمة الصعبة اللي عايش فيها سوريا بلدنا الغالي نحن جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف مع الجيش العربي السوري في كل مجالات عمله وما تحتاجه البلد وهذه البلد وإحنا أرواحنا كلها يتفيد على هذه البلد أنا أول شي بدي جهز الآلية لابد لأشياء ضخ المي عن الحريق وفي حال أعتازوا مواد تانية مثل الفوم أو الأجهز البودرة في حال في نقص بالعناصر اضطروا أني أنا أساعد مثلا أني أوصل محن خراطية وصل الأجهز البودرة كل أنا ممكن أن أساعد فيها هنا وعلى الرغم من خطورة عملهم والخطورة المضافة حاليا على عاطقهم في ظل الاعتداءات الأرهابية التي تتعرض لها بلدنا بأحد الأيام الساعة عشرة مساء تم استدعاءنا إلى منطقة بقدسية وكان فيه حريق ناشيب من افتعال المجموعة المسلحة فكنا يد بيد مع جيش العرب السوري فكان هذا الحريق هو بيحاول أن يلتهم مناطق متواجد فيها الحواجز والجيز فنحن دائما موجودين معهم يعني فهذه المنطقة كان فيها هي منطقة الغام فرحنا نحن أنا والآمر فبالوقت اللي كنا نحن عم نحاول نطفي الحريق وكانت عتم ومسع وأنه عاس أنه الألغام كلها من شالي وعلى بصدفي يعني بحال القرفصة أنا وصديقي محمد دعا سوي على اللغم وأنا كنت مقرفس بجنبه عم مدى الخرطوم فوقت الهو اللي انفجر اللغم هو فوراً راحت تجروا فوراً أنا بحال القرفصة كنت موقع اللغم عم مدى الخرطوم بالانفجار هو إجروا نضربة تبعيد عني متر ونص وأنا ضربت بأيدي اللغم وبيو الشي هون الوطن وحمايته هو الهاجس الأول في تفاصيل عملهم اليومي ورؤيته سالماً هي الغاية الأسمى هذا يعني أقل من الواجب يعني نحن سوريا أمنا وسوريا بلدنا من الواجب الواحد يعطول يرضي أمه يرضي بلده ونحن عايشين بهالبلد وإن شاء الله كل يادنا فدى لهالبلد وبدون أي تلكق ونحن مع هالبلد بإذن الله لآخر نقطة دم بحياته فالحمد لله شو ما صار يسيد نحن راح نضل نبقى إيد وحدي وقلب واحد وإن شاء الله نتصلين بعض الله بقولهم كل عام وانتوا بخير جميعاً وقائد الوطن بخير وبتمنى الكل يضلوا إيد وحدي ويضلوا متماسكين لحتى ننتهم الإزمة على خير وسلام إن شاء الله مع رجال المهمات الصعبة كنا اليوم هم من يلامسون نيران الموت فيطفئوها جنباً إلى جنب مع حماة الديار لهم منا اليوم في عيدهم وكل يوم تحية أكبار وأجلى أكبارية السورية من دماشق سلم عودة موسيقى 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 ومن الرجال يتحدون المخاطر إلى الذين وقفوا خلف آلاتهم في القطاعات المختلفة متحدين كل الظروف من مواقع عملاً ومتمسكين أكيد بهالعمال أريج الطبقة العاملة الكادحة التي صمضت في وجه الإرهاب تحتفى اليوم بعيدة في يوم كان عمال سوريا ولا يزال الصباقين في النضال على ساحات الوطن والدفاع عنه محافظة درعة تهدي التحية للطبقة العاملة على امتداد ساحات الوطن من تابعة مع مراسلتنا لما المسالمة بدرعة موسيقى والله نحن هلا بالوقت الحالي إنه عم نبدل أقصى معنا يعني مشان نأمل الخبز المواطني يعني عم نشتغل تقريباً شيء 24 ساعة بس كل ما نأمل الخبز للمواطني كل عام تخير والعمال جميل الله نحن بحكيك يا عامل بتمنى الأمن والسلام والأمان يعد له البلد كل عامه العمال والوطن بألف خير وقائد الوطن بألف خير وإن شاء الله سوريا ستعاد بهذه الأيد العاملة إن شاء الله بالصحة والسلامة للسورية والأهل السورية وقائد السورية طبقة العاملة كان لها دور كبير بصمود شعبنا وكانوا الرديف لقواتنا المسلحة بمواجهة الإرهاب اللي تعرضت له بلدنا وكل طبقتنا العاملة كان لها دور كبير في هذه الانتصارات نحيي كل العمال وكل العاملين الشرفاء ونحيي جيشنا العربي السوري الصامد ضد العصابات الإرهابية صباحنا لليوم بيحمل تحية للعمال وسلام لأيدي الحرفيين السوريين يلي بقيت أمينة على سر الصناعات اليدوية اللي امتازت بها سوريا عبر الزمن ودمشق تحديدا فكانت الحرف اللي منحت الطابع العام للمدينة جمالياتها وأسرارها وسحرها عبر الزمن واليوم رح نستذكر بها المناسبة حرفة حضرة تعتبر بجماله وتنوعه بتعبر أكيد عن النسيج السوري هو المزاييك الخشبي يلي بيتجذر مع عراقة المكان رح نتعرف على لمحة تاريخية عنا وما هي المراحل يلي طرقت علي عبر الزمن وما التحديات يلي عم تواجه المهنة وكيف اليوم عم تم المحافظة علي من الاندثار أسئلة رح جاوبنا عليها الأستاذ فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية نائب رئيس مجلس شيوخ الكاري سعد صباحك كل عام وانت بخير صباح الخيرات ألف صباح لعمال سوريا ونقللهم كل عام وانتوا بخير إن شاء الله بتكون العيد جاية عيد أعمار لسوريا بإيد العمال يسعد صباحك وأكيدنا نعايد على كل الحرفيين السوريين بالبداية خلينا نحكي عن تاريخ الموزيك هاي الحرفة السورية الدمشطية اللي فيها يمكن سحر خاص تمتاز فيه عن جميع الحرف اليدوية هي حرفة تميزت فيها دمشق بتكرت بأيدي حرفيين دمشق على يد الحرفي جرجي جبرائيل بيطار كان أول من ابتكرها وأول من صنع من الأخشاب السورية الموزيك المتنوع بألوانه بجماله بأشكاله الهندسية فكانت هاي الحرفة الحرفة تطورت صار كل جيل يبدع فيها أشياء جديدة وعطى فيها لمسات جديدة خلق من الأشكال الهندسية نقوش لا تعد ولا تحصى لو وصلنا لهالأيام هاي كانت الحرفة بداية بأشكال بسيطة صارت هلأ تمتاز بالمفروشات بالديكورات بالأسقف كل مستلزمات الحياة من أخشاب صارت تصنع من الموزيك وتطورت لأبعد الحدود يعني يعني أكيد كل حرفة بتكون ببدايتها هي حرفة بسيطة لكن مع تطور الزمان تطور آلية استخدامة يمكن ومكان استخدامة خبرنا استاذ فؤاد كيف تم تطور حرفة صناعة الموزيك؟ هلأ نحنا إذا بنناخدها من بدايتها وقت اللي دخلت الحرفة كان كهرباء بسوريا ما كان فيه كان كل شيء يدوي يعني يحاولوا أن الحرفة يبدع من إيدي شيء رائع ليش هلأ بنقول نحنا القطعة الأديمة إلى ذات قيمة أكبر من القطعة المشغولة حاليا لأنه كانت تشتغل بطرق بدائية بفن يعني أوقيت تعجز عنه الآله هلأ الآله هلأ ساعدتنا أنه عطتنا وفرت وقت ممكن أنه نمتز شيء بأسهل من السابق عم نتطلع الإدمة وقتين ما كان عندهم كهرباء كانوا عم يطالعوا شيء بإيديهون وعم يطلع حلو ويمكن أحلى من هلأ ممكن هلأ ما في مين يشتغلوا ليشان هيك القطعة الأديمة إلى قيمة مادية أكبر من القطعة المشهولة حديثا وذات قيمة وحاصلت أن وقت اللي بيعرفوا شغيلها مبتكر حرفة أو كان إلو اسم كبير بأيامه كل مالها بتغلى سعرها وبصير أولاد المصلحة اللي بيعرفوا قيمة القطعة بيدفعوا حق أغالي بيقول لها ليشغيلها مات ما عد فيه واحد تاني يشتغل مثله صارت قطعة نادرة من هون صبنا نقول نحنا الحرفي بشكل عام بيعيش فقير ولكن بيموت غني بعد ما يموتوا تمروا عليه سنين ما بيعرف قطعتوا بقديش عم تنباع بقديش بيقول يا ريتني بقد كن طيب تنباع بها السعر طيب خلينا نحكي عن أهمية المزايك السوري اللي خصوصية يمكن كتير بلدان حاولوا يقلدوا المزايك السوري لكن المزايك السوري يمكن إله خصوصية خاصة بس كمان عم يتعرض لظروف صعبة اليوم اليوم نحنا هاي الحرفة مهددة بالاندفار شو فينا نعمل لهاي الحرفة للحفاظ عليها هلا نحنا قبل كل شيء المزايك تقليده تحاولوا تزويره كتير ونحنا دورنا بالجمعية فمعنا هالتزوير هات وحافظنا على الحرفة وعاتوراسة تزوير الحرفة قاموا صاروا يطبعوه على كرتون يصوروه بصور جميلة صار في مكانات تصوير حديثة وطالعت صورة أجمل من القطعة ذاتة يطبعوها على كرتون ويلزقوها نحنا وقت اللي جمعية اكتشفنا هالشيء هاد قمنا بقمعه بطرقنا الخاصة حسب المصادر اللي معنية بذالة معناها من الأسواق وعملنا تعافل عالمية عم يشتغل لهالقطعة أنه ما يعود يشتغلها بحياته وبالفعل وقفت هلأ ما عاد موجود منا صفي هلأ نحنا كيف الوقت هذا قديس صعب عليها الوقت صعب أنه في كثير من أهل الحرفة تهجروا في من أهل الحرفة السكر محلاتهم في منهم هلأ مثلا بوضع محرج اليد العاملة خفيت وهون دور جمعية يمكن بيبروز أكتر للحفاظ على هاي الحرفة نحنا الجمعية كانت إلى دور كبير إذا بديلك أنه هالأزمة كانت من أصعب الظروف على الجمعية ولكن الجمعية كانت بدورها من أنشط أعمالها نحنا عملنا من خلال الأزمة المعارض الداخلية والخارجية على مستوى سوريا ومستوى العالم وأخذنا جوائز عالمية بمشاركاتنا بالمعارض الحرف اليدوية يعني اليوم المعارض هاي المشاركة بالمعارض الخارجية وأيضا الدولية يعني أداج إلى أهمية بالتعريف بالحضارة السورية بالتاريخ السوري بالحرف والمهن السورية بالخارج وخاصة يعني بظل الظروف العمل مرفية يمكن في كثير من البلدان عندهم تصورات أنه يمكن سوريا ما عدت عندها استمرارية بها الحرف لكن أكيد سوريا مستمرة بتقديم الأجمل بكل الحرف الموجودة فيها نعم مثل ما تفضلت في شيء اللي عم يستغربوه اللي عم نطلع خارج سوريا أنه أنتوا عم يقولون هلا نحنا هالسنة بسنة 2015 شاركنا معرض هند الدولي وأخذت أنا الجائزة الأولى عن حرفة المزييف وجائزة الثانية أخذها زميلي بن حاس وهلا بال2017 كمان شاركنا معرض هند الدولي وأخذت سوريا الجائزة الأولى بالحرف اليدوية وشاركنا بإيران عم يستغربوا وقالوا أنه أنتوا بسوريا عنكن مشكلة وعم تشتغلوا هالشغل وعم تشاركوا وعم تشاركوا معرض دولي كان في أقبال كبير على الشناح السوري في معرض الهند كان أقبال شديد ورائع حتى الحرف تبعنا كانت مميزة حرفتنا ما حدا قدر يقلدها بخارج سوريا استصعبوا ما عرفوا بدايتها كيف بتبلش هون الصعوبة بالحرفة أنه نحن طريقة صنع الموزائي بيبدأ من الحرفة السورية بطريقة معينة هني ما عم قدروا يكشفوا هالسر ليقدروا يعندوا النقشة أو النجمة أو الرسمة اللي نحن بنشتغلها انحصرت بأراضي دمشق بسوريا هالحرفة ما طلعت برات سورية يعني جهود كثيرة عم تبزدوها وعم يبزها كل الحرفيين السوريين وأيضا رح ننتقل الجهود الكثيرة والعطاء اللامتناهي الذين يقدموا أصحاب البدلات الزرقاء للحفاظ على مدننا جميلة بهية فرغم الصعوبات الكثيرة ما زالوا يعملون ولا يعرفون عيد للعمال سوى أنه يوم عمل آخر أفلا يستحقون منا أن نخفف أعبائهم قليلاً ونحافظ معهم على نظافة شوارعنا عمال بلا عيد تقرير لازم لتنانير من عمار ببدلاتهم الزرقاء ترى هم يجوبون شوارع دمشق غير مكترثين لعوامل جوية لا همهم حر الصيف ولا برد الشتاء ساعة طويلة يقضيها عمال النظافة خلف عرباتهم يكنسون شوارع المدينة وأحياءها لتظهر بأبها حلة ما أعطلتوا لأيوم نحن بناخدهم بعض الأعطل حتى الأعياد العادية إيد الأطحى، إيد الفطر كما بناخد بعضهم سغلتنا هم عودين عليها من أول ما اشتغلنا تحت الشمس، تحت المطار عادي تعودنا نحن موسيقى يمكن ما أحد يبيتعب مثلنا بالبلد كله عامل نظافي، شو يعني بدي يقلك عنه أي ولا تعبانين مناخد مو منطقة واحدة مناخد منطقتين أثناء الدوام أثناء الدوام ما في عمال يعني هات بده عطل هات بده ياخد عائلته مشاوير كذا هيكي لذلك نحن ما يعني بنانطر ناخد منطقتين وتعبانين يعني تعبانين الوسخ والدنيا والعالم يعني بتشوف الحاوي والله بتروح بتكبر الأرض عملهم الشارع مقسمين إلى مناطق وأحياء يتجولون دون كلل أو ملل جل اهتمامهم أن يحافظوا على نظافة المدينة رغم كثرة الأعباء والله نحن مدومين هيك يعني عملنا يتطلب نحن هيكي الطلب عملنا ما بنعطل يعني إلا يوم عطلتنا فقط نمسك الشارع والمنطقة ونكنسها بشكل جيد ونشيل القمامة كل ياتوا تيجى السيارة بترحلها يومياً على المنوال هذا بنعطل يوم واحد بالأسبوع بالصيف ماكلينا وبالشدة ماكلينا يعني كجو بالشوب ناكلها بالشوب طارف يعني تحت الشوب وبننطر نفس الشي بس الحمد لله يعني شو بنا نساوي هاي شغلتنا يعني الحمد لله تقدر كل جهود كل إنسان يشتغل الوطن الخدمة إلوه يقدم شيء للوطن يعني مليح سواء بعمله سواء ونه مكان لأنه الوطن يستاهل كل خدمة يعني العالم هاي اللي عم تكب بزباله تعودنا علي يا أخي لأنه إذا الواحد يعني بدي يناقش العالم ليش عم تكب ليه ليش عم تكب في مشاكل كتير بصير أبقى إحنا بنا مان نغر الصبر لأولئك الذين يعملون ليلة نهار لا يكترسون بأعياد ولا أيام في عيدكم لكم منا ألف تحية وسلام سيد فؤاد خلينا نحكي كيف بتم صناعة الموزيك السوري كنا عم نحكي تحت الهوى عن أنواع الخشب في أنواع عديدة للخشب خلينا نحكي عنا الموزيك هلأ هو اللي اعتمد الشيء الأساسي تعدد الأخشاب بغوط الدمشور وتمايزها عن بعض بالألوان إنه إذا بناخد مثلا هلأ هاي العلبة ما بعرف إذا الكاميرا أخدتها مظبوط فيها من الخشب راح نعد أنواع مثلا خشب الجوز خشب الزيتون خشب الليمون في تدرش للألوان هاي أنواع الخشب هي طبعا لأنه بتتمايز بتجي مثلا خشب الحور خشب الكينا هذا الصدف يمكن موجود بها وهذا الصدف هاي وهدول صدف بحري بعد ما تخلص العلبة تلبيسة بتنحفر وبتنزل الصدف في محلة عدينا الكينا السرو المشموش خشب المشموش له ألوان رائعة بالجمال شوفي هالأنواع الخشب وقت اللي عم نحطها الخشب طبيعته بياخد اللون من الطبيعة الله هيك سبحانه أنه ميز كل خشبة بلون الطبيعي هم نحطهم قدام بعض عم نعطي الأشكال الهندسية المطلوبة عم يطلح التمازج فكرة المزييك اتأخذت من الرخام كان قديم بسوريا يعملوا بحرات من الرخام ياخدوا رخام أبيض رخام أسود يعملوا أشكال هندسية نقالها جرجل بيار على الخشب واللي ساعده كثير تعدد أنواع الخشب وألوانه المتميزة اللي عطتها الجمالية كثير للأطعام يمكن بيئتنا سوريا تساعد أكتر لحتى تبرز هيك جمالية بالموزيك واستخدام بعض أنواع الأشجار الموجودة بسوريا هذا الكثير تساعد كثير لتطور الحرفة ولأعقاء الجمالية أكتر فيها إضافة أنه كمان عم نحاول نحنا وقت اللي بني فيه خشب ما عنا منه وجميل وحلو ولونه حلو عم نستورده وندخله بالحرفة مثل خشب الورد وخشب البادوك ألوان مميزة ما عنا منه عم نحاول نجيبها من بره لحتى نوسع أكبر عدد من كمية الأختار ضمن نطاق الحرفة يمكن الموزيك موجود بعدة بلدان بأسماء مختلفة لكن الموزيك السوري له طابع جمالي خاص لا، بنفس النقشة ونفس الرسوم هاي ما في منه غير بسورية غير بلاد مثلاً بيقول له أرابيسك، بيقول له فنون ما بعرف شو بسنون بس مو بي نفس الطريقة اللي نحنا منشتغلها الطريقة تبعنا ضلت ضمن الحرفة الدمشقي داخل دمشق عم ينشغل فيها أما بهالسلوب بهالنقوش حاولوا تأديدها ما عرفوا وسبق التلكون ما عرفوا كيف يبلشوا بالقطعة بدون يشتغلوها مثلاً بإيران وقت اللي كنا شفنا موزيك إيراني بيقول له خوتام هناك شبيه بالموزيك السوري ولكن هنه لكن لا يضهيه الجمالية الجمالية هم بتعداد الخشاب أكبر هناك في نوع من العظم والنحاس بيعملوا فيها النجام بأشكال هندسية موحدة اللي هو الشكل السوداسي نحنا هون بالشكل المتمان الرباعي المثدس الاثمعشري المثلسات كلها هاتها أشكال هندسية وألوان خشب متعددة هونيكة لونين بيأخذوا الخشب البني الغامئ والنحاس والعظم الأبيض بيسحبوه بطرق آلية بيعطي أشكال هندسية بجمعوه تطلع بطلع على الأسر نقشتها رائعة وحلوة ولكن كلها مطلوسة مكررات قديها لكن مزايك السوري بتميز بالخشب أكتر في مجال أكتر وأوسع وبعدين هون مفسرة أكتر نقشتها 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 سيد فؤاد حضرتك نائب رئيس شيوخ الكار اليوم دورهم في الحفاظ على الحرف اليدوية السورية هذا شيوخ الكار نحنا أخذناها من البيئة الشامية إذا ما بعرف تلاحظوا بالمسلسلات الشامية وكذا بتنزل كلمة شيخ كار كانت شيخ الكار قصة كبيرة أنه من أساس المجتمع السوري لحل مشاكل حرفيين ولحل مشاكل أهل البلد كانوا يلجأوا للشيخ كار شيخ كار هو كبير الحرفة معناه أنه كبير الحرفة نحنا ضمن نظام الاتحاد الحرفيين أنظمة الاتحاد والجمعية دخلنا اسم شيخ الكار عملنا مجلس رعاء الاتحاد العام الحرفيين هو مجلس الشوخ الكار هو مثل لقب شرف لهالحرفي وقت اللي عم يمضي بحرفته مثلا عشرين ثلاثين سنة عم يعارك مع الحرفي عم يعطي إرشادات عم يحل مشاكل عم يوجه عم يعلم وعم يورته لأولاده أنه هي مثل رتبة شرف أنه كبرناه فيها أنه أنت شيخ كار أنه كبير بالحرفة إليك باع قويل بهالحرفة عطيناها اللقب عندناه للناس لأنه الناس بتعرفوا ما أنه غريب عنا عم تشوفه المسلسلات عم تشوفه به اتحاد عام الحرفيين أنشأ من خلال مكتب التراث بالاتحاد العام مجلس اسمه مجلس الشوخ الكار كنا نحنا الجمعية تبعنا بدمشق وريف دمشق أطلقوا العدد الكبير من الشوخ الكار من خلال هالمعارض يلي قاموا فيها وشاركوا فيها منحوا شهادات الشوخ الكار من رئيس الاتحاد العام ووزير السياحة واعتمدوا كالشوخ الكار بالبلد أسس هالمجلس أخذ دعم كبير من القيادة الكترية للمجلس الشوخ الكار بتوجيهات أنه هالشوخ الكار هذول هالشوخ الكار يعلموا الحرف على طريقتهم على طريقة الشوخ الكار مثل ما الشيخ الكار كان يعلم نحنا هلا بدنا نعلم ونوجد أكاديمية في القيادة الكترية أطلق قدلنا هلا أكاديمية الأسد بمدينة عذرة العمالية لتعليم الحرف اليدوية عن طريق الشوخ الكار هاي شغلة عم نشتغل فيها كبيرة ورح نوسعها ومهمة جدا للحفاظ على الحرف اليدوية السورية أكيد ونعلم أجيال كتيرة لتراسنا ونعرفهم على تراسنا ونوسعها لكل محافظات القطر يمكن الشيوخ الكار عم يقوموا بهالمهمة على أكمل وجه أنه عم يتم تعليمه أيضا للأجيال للشابة هالحرف هاي أكيد أكيد وهلا عم نشتغل عليه وهلأ نحنا رح يتم إنشاء بكل محافظة مجلس الشيوخ يتبع للمجلس المركزي يلي نحنا فيه باتحاد العام الحرفيين بدمشق وهذا بناخد من كل الحرف شيوخ تارون إن كانت تراسية وإن كانت خدمية كمان لتشمل كل الحرف السورية ونحنا نشتغل عليها إنه هالرتبة الشرف نمنحها لها الحرفي الكبير يلي إلو باع بتعليم الحرفة بتوجيها نعم يعني جهود كبيرة عم تبزل وأيضا عطاء لا مستمر عطاء عفوان مستمر بكافة القطاعات واليوم أيضا بمحافظة طرطوس معايدات خاصة من عمال طرطوس أكيد لكم ألف تحية مع مراسلنا محمد حسان موسيقى موسيقى ما أثبته عمال سوريا في هذه الحرب الشرس التي تشن على بلدنا الغالي سوريا أنهم مقاومون بكل معنى الكلمي فعمال حلب الذين ثبتوا وقاوموا الإرهاب وثبتوا في مصانعهم ومعالهم كما عمال في ريف دمشق وفي كل مناطق سوريا ثبتوا في معاملهم ومصانعهم وأدوا واجبهم الوطني فإنهم يستحقوا مننا كل احتراب والمحبي في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذه الحرب الكونية التي تشن علينا يقوم عمالنا بواجباتهم في ظروف صعبة وفي ظروف استثنائية في جميع قطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في هذه المناسبة نغتنم هذا اليوم لنقول لعمالنا كل عام وأنتم بألف خير أثبت عمال سوريا أنهم جنود حقيقيون خلف آلاتهم وفي مصانعهم وعلى امتداد الساحة السورية وبالتالي ساهموا في عادة دوران عجلة الانتاج وفي زيادة هذا الانتاج لأن هذا الانتاج وزيادته يساهم في صمود سوريا ويكون عامل في هذا الصمود وفي دحر الإرهاب اليوم العمال هم جنود خلف الجيش العربي السوري بيد بيد حتى بناء سوريا من جديد وبناء ما تهدى كل عام وأعمال سوريا بألف خير موسيقى 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 هلأ الأزمة في تأثيرات أثريت نحن بنتمنى أنه بس تنتهى قبل كل شي حواضن تجمع الحرف التراسية نحن إلنا بشكل خاص أنه تكون مخدمة بجميع الخدمات يلي بالزمن تلسلزم الحرفي وخامة المعاهد والتدريب أنه ندرب الحرفيين والمواد الأولية كمانة تكون موجودة أنه ما ينقص شي على الحرفي بالسوء يلا يطلبه فيه أشياء مثلا مثل آلات أو عدد صناعية والمواد الأولية فيه محلية وفيه مستوردة أنه كل شي يكون مأمن نعم ويمكن قدش كمان بتسعى السياحة الداخلية كمان للحفاظ أيضا على المهن والحرف الدمشقية ويمكن انتقالة من محافظة لمحافظة انتقالة هي موجودة كل محافظة إلى خصوصيتها بحرفة نعم نحن مثلا حرثة موزايك ما موجودة بغير محافظة بتروح بتنباع هيا كمكان ممكن تنتقل لغير محافظات هي ممكن تنتقل بس هيا فيه إلى خصوصية بمواد الأولية إنهم وجدت بديمشق عم تنشغل بديمشق خاصة فيها نحن في أنواع من الخشب بنقوم لصباغه وتجهيزه بألوان متعددة لنجمعه مع العرفة بغير محافظات ما بيعرفوا يعملو ما فيه وبجوا بدون يشتغلوها هني بلاقوا نقل المواد الأولية فيه مكلف أو شيء بتضل ضمن مدينة دمشق بيأخذوها قطع جاهز تنباع بكل المحافظات نقلها جاهزة يعني نقلها جاهزة لأن الحرفيين المبدعين من أهل البلد هون بيقول لك أنا بيتي هون مقيم هون حاولوا بعض منهم يطلعوا يشتغلوا هذا خارج محافظة يقول لك ايه والله عم اشتري الكرس تأخذها لانيك عم تكلفني غالي بيجي بتنشغل بسوريا بتنباع أرخاص بديمشق حفوان بتنباع أرخاص قطعي دمشق لأنه كلفتها بالنقل وهي أقل بقى انحصرت هالحرفة هاي بالزات انحصرت بديمشق في غير حرافين تأليف مثلا النسيج موجود بكل المحافظات سوريا وكل واحد البروكار موجود لحاله بس بديمشق مثل مسيج موجود فقط في دمشق مثل مسيج لأنه الحرير البروكار هو من الحرف يلي وجدت وضلت بديمشق وخيطها مميز بديمشق يلي فيه فضة ودهب خيط من الفضة ومدهب من الحرير الطبيعي نحن بنشكر كل الجهود أكيد يلي عم تبسلوها للحفاظ على الحرف والمهن السورية شكرا كتير لك أستاذ فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكارو كل عام وانت بخير وانتو بلو بخير شكرا كتير ألتون وكل عام وألف خير لعمالنا عمال سوريا وشكرا كتير شكرا كتير شكرا إلك سيد فؤاد عربش وأكيد تحيتنا لكل الحرفيين السوريين كل عام وأنتو بألف خير أما هلأ مشاهدينا ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي علا أبو قدري سعد صباحك علا سعد صباحك نور شكرا لألكو كل عام وأنتو بألف ألف خير مشاهدينا نبقى مع مجزين لأهم الأنباء بعد الفاصل أهلا بكم أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قدت على أكثر من 19 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينة دير الزورة إلى ذلك أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الأمنة والاستقرار إلى ثلاث قرى وسيطرت على عدة تلال ونقاط استراتيجية وأبار للنفط والغاز في رف حمصة الشرقية بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم داعش الإرهابية فيها عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس يؤكد أن إضراب الأسرى مستمر مهما كلف من أثمان وقال الأسير يونس خلال دخوله إلى قاعة إحدى محاكم الاحتلال في مدينة حيفا إن الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه حتى لو صرنا جثثنا محاميه أتشؤون الأسرى أكد أن الأسير يونس بدأ بوضع صحي متدهور بعد جلسة المحكمة في حيفا مشيرين إلى أن علامات إعياء وتعب شديد كانت واضحة عليه نتيجة عمليات النقل المتكررة التي نفذتها إدارة السجون بحقه خلال 14 يوما تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاع لتحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي في صحراء ميدي بمحافظة حجة ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوى العدوان في صحراء ميدي وهذه الطائرة هي الثانية لتحالف العدوان التي يتم إسقاطها في المنطقة نفسها خلال 24 ساعة قضت القوات المصرية على إرهابيين اثنين في شمال سيناء وأشار بيان لوزارة الدفاع المصرية إلى أنه تم القضاء على الإرهابيين على يد إحدى الدوريات بالجيش الثاني الميداني ولفت البيان إلى العثور بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين وعشر مخازن بندقية آلية ومئة وسبعة وثمانين طلقت بندقية آلية وقنبلتين هجوميتين وجهازين لاسلكيين وحزام ناسف في خبرنا الأخير وصف عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مصطفى بالباي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه متناقض سياسيا ودستوريا وأخلاقيا وقال بالباي في حديث تلفزيوني أردوغان استغل محاولة الانقلاب الأخيرة حتى يتخلص من جميع معارضه ومنافسيه في المؤسسة العسكرية والاستخبارات والأمن وكل أجهزة الدولة مشيرا إلى زيادة عدد الذين تم طردهم من مناصبهم عن مئة ألف بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز عودة إليك نور شكرا إليك زميلتي علا أبو خضر وهلأ بدي انتقل لبعض العاملات في فرن الآلي في مشروع دمر بدي إليك أول شيء كالعام أنت بخير وأنت بألف خير وجيسنا السوري بألف خير والسورية كلها وقع أذنك الله يعافي كيرا أنت من أي ساعة تكون متواجدة بالفرن؟ ساعة 7 الصبح للسبعة المساء 12 ساعة شغلنا 12 ساعة عمل وورديات كمان 12 ساعة مسائل و12 ساعة صباحا خلينا نحكي عن شعورك أنت مسؤولة عن تأمين الخبز للمواطن السوري ألا نحنا أنه شغلنا بتشفتي شلون بنشتغل أنه عد وتعبئة وتلزيق وعننا زميلاتنا ببيع الخبز بمطاقات المبيع بتحسي أنه فيه تعب 12 ساعة عمل متواصل؟ أكيد 12 ساعة متواجدين واقفين يعني تعب ومسهل علينا كمان طيب شو شعورك لما تحسوا أنه أنتو بالفرن أمنتو الخبز لجميع المواطنين الموجودين إن كانوا بالمشروع أو خارج المشروع طبعا أكيد نحنا ما نعمل نشعر بالسعادة بهالشي لأنه منحس أنه ما نقدم شيء كبير وكمان طبعا هلا نحنا عم نقدم لجيشنا كمان نحنا الفرن عندنا هون بيشتغل للجيش بنسبة كبيرة شو بتحبي توجي كلمة للجيش؟ بعيد لهم أكيد إن شاء الله كل عام وإنهم بخير وإن شاء الله بنعاد عليهم كل سنة بالخير وأكيد لولاهن نحنا ما كنا له هلا وإن شاء الله السنة الجاي بيكون تتحررت سوريا وصرنا أفضل كل عام وأنت بخير ويعطيك العافية بدي أنتقل لحضرتك كل عام وأنت بخير من أي ساعة بكون متواجدك؟ أمام الصبع الصباح؟ أيو 12 ساعة عمل متواصلي أنا أقول لك العام وأنت بخير أنت بخير يا ربي نعاد عليك شو شعورك لما تحسي حالك عم تأمني فعلا رغيف القبز للمواطن السوري خصوصا في ظروف الحرب الحمد لله والله بحسي بفرحة كبيرة يعني أنا جد أنا منبسط أنه عم نقدم هاللقمي للناس الحمد لله شو أمنياتك في عيد العمال كعاملة سورية يوم؟ إن شاء الله تضل بلدنا بخير ورئيسنا بخير إن شاء الله بحب عيده به المناثبي إن شاء الله الله يطورنا بعمره خلي الله يا رب يعطيك العافية يعطيك خبزة يعطيك العافية أما هلأ مشاهدينا بننتقل لزميلتي نيرمين عمار مع تقرير عمال بلا عمل فئة معينة من العمال خلونا نتابع مع بعض هنا في ساحة باب الجابية ترهم يفترشون الأرصفة ساعات طويلة تحت أشعة الشمس ينتظرون هبة السماء علها تحمل لهم بشائر رزقة صغيرة يعودون بها إلى منازلهم آخر النهار مكللين برغيف خبز يعني يعني يجي شغل مرة وحدة دفعة وحدة وحيانا يعني بسبوع نستقل نهار أو نهارين نقابة هون ما في نقابة يعني بس عيانا مثل لهم نروح نطلع على صب الباطن واجه صعوبة شوية من البلدية منعون يعني يأخذ هوايا يعني كل من يعيش يعني بتعبوا وعرق جمينه والله نشير غراض يعني إشتانة بضاعة أو صار نشي ثلاث شهر وصار شهرين وهو كده بعيد العمال لا كعكة لهم أجبرتهم ظروف الحياة القاسية السعية ليلة نهار محاطين بمخاطر وصعوبات للعمل نحن نوقفهم بالصاحب يجيز بهم نحن نروح معهم وقلت لك رزقها ربا يعني أحيانا ما نشتغل بألف أحيانا بألفين أحيانا بخمسة أحيانا ما نشتغل بيومين ثلاثة ما بعض طلنا لا جمعة ولا عيد لا شيء لأن أول شغالي عندنا التزامات أجار البيوت وهاي والتاني شغالي العيد إن شاء الله بنعاد عليك وعلى هالبلد وعلى قاد هالبلد وعلى سوريا ورأى لك شغالي نحن هالأزمة هي أثرت علينا نحن كنا عايشين مبسوطين يعني كنا عايشين بأمان واطمنانا الله يرجع الأمن والأمان لهالبلد يعني هي الأزمة أثرت علينا يد العاملة نحن ما نمتبعين لنقابة أو شيء يعني تأثيراً نحن المتأثر فيها إنه إذا واحد نجرح نضرب ما في حد يطلع علينا هي أيدي عاملة لا تكترث لأعياد ولا عطل جل اهتمامهم البحث عن أي فرصة رغم امتلاكهم المهارات والحرف الملائمة فهل من يكترث لحالهم؟ أما هلا مشاهدينا ننتقل لمدير فرن مشروع دمر الآلي السيد علي علوش يعطيك العافية صباح النور العام ونتوا بألف خير إن شاء الله كل عام ونتوا بخير جميعاً واسمحيلي بداية باسم عمال مخبس دمر الآلي وعمال الشركة العامة المخابز وجميع عمال وطن عايد العام الأول في هذا البلد السيد الرئيس بشار الأسات كل عام وهو بخير وتحية إجلال كبيرة لقوات الجيش العربي السوري حامل عرض والأرض في هذا البلد الحبيب أكيد تحيتنا لعام ونه بخير جميعاً بالبداية خلينا نسألك شو المعلقات يمكن اللي عم تواجهكم لتأمين رغيف الخبز لكل مواطن سوري عم نحكي مع الصبايا 12 ساعة عمل متواصلة ورديات بشكل مستمر هلا هو حالياً في الأزمة تطلب هذا الموضوع مننا سابقاً ما كان هيك العمل أبداً نحن بنعمل بنظام واردية 10 ساعات و12 ساعة ليلة و8 ساعات نهاراً القبز هو المادة الوحيدة اللي ترتبط بالطلب يعني لا يمكن تكديسه عنه في المخبز الناس ممكن تكدسه أو تخزنه في المنزل في الأزمة معروف موقع المخبز نزوح بعض الأهالي من المناطق الساخنة باتجاه المناطق الآمنة سبب طلب على المادة فتطلب مننا بمنتهى الصدق متابعة العمل ومواصلة العمل وهذا مذكور بالإعلام عندكم أكثر من مرة أن المخابز تعمل على مدار الساعة فهو ظرف استثنائي كان في هالأزمة الاستثنائية إن شاء الله بتمر على البلد بخير واليوم عطلة ورمال ما بيعطله أبداً نهائياً نحن ما منعطل غير عطلة المخبز الرسمية لكن تطلب مننا العمل بهالأزمة كنا نتمنى في لحظة من اللحظات التفات دائماً من الحكومة ومن القيادة إن شاء الله بسوريا لواقع العامل بهالمخبز وحقيقةً حالياً أعتقد فيه التفات كبيرة تجاه العامل في المخابز يعني فيه مسابقة ما تثبيت بعض العمال اللي ما شابلوا النظام التثبيت بدأ حالياً بعقود سنوية جرى الاختبار على هذا الموضوع حتى يحصلوا على مكرومة السيد الرئيس لصناعة مكرومة السيد الرئيس اللي هي عطت 11 ألف ليرة غلاء المعيشة فالعقود السنوية بتغطي هاي الحاجة وهذا طبعاً بمتابعة سيد الوزير وسيد مدير عام ودير الفرع تم الموضوع يعني إن شاء الله قريباً أكيد العامل السوري هو شريك مع الجندي السوري في محاربة الإرهاب فأكيد تحية لكل العمال السوريين كل عام هنين بألف خير بالخطام كلمة بتحب توجهها لعاملين بالمخابز بالأفران لأي حدا لجميع مشاهدين هن جنود مجهولين سابقاً إن شاء الله يكونوا معلومين وتصلت الكاميرا عليهم ويأخذوا حقوقهم هذا دائماً أكيد نحن وجودين لتصلت الضوء على حقوقهم كل عام وإهلا وسهلا شرفتونا بها المقبض إن شاء الله نكون عجبناكم جميعاً يعطيك العافية أهلا وسهلا فيكم شكراً إلى كل عام وجميع عمال سوريا بألف خير ننتقل هلأ لزميلتي أريج فرزلي نور الله يعطيك العافية وأكيد تحية كتير كبيرة لكل العاملين إن كانوا بالمخابز أو بقطاعات أخرى أما هلأ رح ننتقل للجانب بآخر ومعرض لإيجاد فرص العمل فأي عدد إعمار سوريا ربما هي أولويات السوريين بعد سنين من الحرب التي مرت عليها والإرهاب الذي لم يستثني فيها للحجر أو البشر وأثبت السوري خلال السنوات الماضية من خلال المبادرات والمعارض يلي أقيمت أنه هو الشعب يليق في الحياة أكيد بمشاركة 40 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية أيضاً أطلقت شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات معرض التوظيف وفرص العمل جوبكس للوقوف أكثر حول هذا المعرض أكيد معنا السيد أنس الضبيان منظم المعرض يسعد صباحاً وكل عام أنتوا بخير أستاذ أنس صباحاً بخير وكل عام أنتوا بخير سوريا أكيد وشعب السوري وقائد الوطن بخير أستاذ أنس يعني هالمعرض كتير مهم وإقامته خاصة بزل الظروف يمكن لعمل مرفية اليوم ما أهمية إقامة معرض جوبكس صراحةً موضوع المعارض التوظيفية بكل دول العالم هو أولوية لكل الدول سوريا كان قبل الأزمة فيه نشاط كتير كبير للمعارض التوظيفية تجاية الأزمة توقف شوي هذا القطاع ورجعنا نحن نشطنا هذا الموضوع بعام 2011 بالدورة الأولى من المعارض التوظيف أهمية الموضوع هو ربط المجتمع أو ربط الشعب السوري مع الباحثين عن العمل مع الشركات المباحثة يعني هما اليوم الشركات فيه عدد كبير من الفرص المتاحة عندها ولكن ما فيه إمكانية للتشبيك مع طالبي العمل من هون المنصة منصة المعارض هي أولوية لهذا الموضوع حتى يكون فيه ربط بين الموضوع خلينا نحكي معك سيد أنس قديش مهم اليوم تشبيك الشباب السوري فيه كتير من الخبرات والشهادات والمهارات والفضرات السورية التشبيك مع سوك العمل تهييق مثلا طالب الجامعة أو المواطن السوري اللي عم يبحث عن عمل اليوم المشكلة الكبيرة اللي اليوم أي شب أو صبية سورية بيعانوا منها هي موضوع الخبرة اليوم الشركات لما بتبحث عن شخص للعمل ما بتبحث عن الشهادة بالدرجة الأولى ولكن تبحث ب مواضيع أخرى منها الخبرة منها المواضيع العملية المهنة اللي بيمتركها الشخص المعرض بخلال إقامة المعرض نحن عنا في مجموعة من المشاطات المرافقة للمعرض اللي هي على سبيل المثال فيه جمعيات أهلية فيه جمعيات نشطة بالمواضيع التوظيف بتأهل الشباب بتخليهم تدخلهم بورشات تدخلهم بتدريب ضمن فطرة المعرض أو ما بعد المعرض لحتى يكون امتلك الخبرة اللازمة للدخول أو العمل ضمن مؤسسة أو شركة فهذا الموضوع صراحة نحن أولويات عنا بإقامة المعرض الشركات أو المؤسسات الرديدة تماما يعني هاي نقطة كثير مهمة مثل ما ذكرت أستاذ أناس يعني دايما الشركات بتبحث عن موضوع الخبرة دايما يمكن طلاب الجامعة بيكون متخرجين من جامعتهم هنه متمكنين أكاديميا لكن بحاجة إلى الخبرة يمكن على مدار سنين اللي بتطلب بعض الشركات اليوم من خلال معرضكم قديش بالفعل أنتم عم تحققوا فرص عمل للعديد من شرائح المجتمع إن كان خريج جامعة أو معهد أو حتى يمكن شهادات ممكن بكالوريا أو حتى السيدة اللي حابة ترجع تعييل أسرتها وتكون فعالة بمجتمعها صراحة هلأ المعرض أكيد هو ما بيأمن فرص مية بالمية لجميع الباحثين عن العمل والمعرض هو خطوة أولى لحتى نحن نقدر نساعد بموضوع مكافحة البطائق مجموعة المتقدمين العام الماضي كان حوالي عشرة آلاف باحث عن عمل ولكن ومئة شخص طبعا هي النسبة كمان عدد ما نوئلي تماما النسبة لنسبة كان ناخدها كنسبة وتناسر لألف عدد كبير يعني خلال ثلاثة أيام ألف شخص وعدد كبير ولكن بالمجموع كان نسبة الأشخاص عشرة بالمية عشرة بالمية تعليم هلأ اليوم المعرض نحن عم نشتغل عليه بيستهدف كل الفئر نحن بداية من العامل من اليد العاملة نعم تمام عنا مع جمعيات هاي الجمعيات كمان تهتم بشؤون السيدة اللي حابت تشتغل ببيتها بالإضافة عنا القبرات الأكاديمية يعني اليوم عنا وظائف إدارية عنا وظائف مهنية عنا كمان وظائف خاصة وفي عنا مشروع بطير مهمهوة تعاون مع بنق البركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط نعم كمنا خلينا نحكي الشركات اللي كانت مشاركة الشركات اللي كانت مشاركة بالمعرض غلا احنا القطاعات الاساسية اللي حنا عم نستهدفها هي قطاع الاتصالات عنا القطاع الغذائي اللي نحنا عم نحكي معامل اغذائي عنا شركات نفطية الشركات النفطية هي لاول مرة بتشارك بمعرض بالتوزيج عنا شركات خدمات. الشركات الخدمات هي شركات واسعة بيخل من ضمن المصارف التأمين. الشركات الخدمية. عنا المؤسسات الغير ربحية. هاي كلها ضمن قطاع الشركات الخدمية. بالإضافة كمان عنا قطاع الجمعية. هذا كمان قطاع نشيط التهيغ ضمن المعراض. يعني اول تم بارح تم ابتتاح المعراض كيف كان الاقبال اللي علي من قبل الزائرين لهالمعراض. هلأ صراحة من الساعات الأولى للابتتاح كان فيه. خاطرين يمكن من سنة للتنة. تماما يعني كان فيه شباب وصبايا عم ينتظروا الابتتاح تقدموا بالسيرة الزاتية الخاصة فيهم. الاقبال من يجل اليوم الأول كان اكتر من رائع. هلأ بالنسبة لموضوع الاشخاص اللي زاروا المعراض. يمكن فيه اشخاص بيظنوا انه هنين ما حر اخدوا فرصة ليتوزقوا ضمن المعراض. ولكن خلال زيارتهم للمعراض. خلال تقديم السيرة الزاتية للشركة عندنا او من خلال تقديمها للجمعيات الموجودة صار فيه بنك معلومات. هاد بنك المعلومات حيضل ارشيد كمان لأي شركة تطلب خلينا نقول الوظيفة تناسب الكفاءات الموجودة عند الشخص حيتم استدعائه للمقابلة. طيب استاذ اناس حكينا تم توزيف المعراض السابق الف ومائة شخص تطمحوا لعدد اكبار يعني بهيدا المعراض. صراحة ان احنا دائما نبحث عن التوسع بموضوع الفرص الموجودة. نحنا مشروعنا انطلق من دمشق نحنا ندروس كمان نقل المشروع لمحافظات. اليوم المشكلة اللي دواجهنا هي قديش نسبة الفرص الموجودة عند الشركة. يعني نحنا ما منبحث عن شركة فقط للمشاركة نحنا عم نبحث عن شركة وعندها فرص حقيقية تماما. فحسب حجم الطلب بالسورية نحنا بيكون حجم الفرص الموجودة عندنا. ويمكن في زروف اليوم استثنائية بصعبة يعني اقامت هيك معرض بهي الزروف بحالة حرب في سوريا جدا مهم. تماما يعني متل ما عن خبرك نحنا قبل الازمة كانوا مواضيع المعارض التوزيق نشيطة جدا. خلال فترة الازمة اللي شجع على عادة هاي المعارض هو نقص الكادر البشري. يعني أو ضعف الكادر البشري اللي كان متواجد صار في بحث عن كفاءة. هاي الكفاءات كنا عم نبحث عنها صار في من خلاله آ آآ تنمية لهال المشروعات. اليوم استاذ أنا شو بتحب توجه امكا ينكلمة لكل للشباب أو لكل شخص بحاجة للعمل اليوم عم يتابعنا دو من حلقتنا هلأ صراحة هي وكلمة وجهتها سابقا وهلأ كمان بيوجهها للشباب هو ما يعتمد على الشهادة اللي هو حاصل عليها يعني اليوم في كتير أشخاص عندهم مناصب هامة جدا عندهم وظيفة منتازة ما كان الاعتماد على الشهادة أو المحصل العلمي الاهتمام على الخبرة الاهتمام على آلية تقديم الشخص لنفسه فاليوم الشخص لما بدو يتقدم على الوظيفة في مجموعة أمور لازمية راعية منها موضوع بناء السيرة الزاتية بشكل قوي اسلوب التقدم للوظيفة، اسلوب الحوار كمان ضمن اللقاء هذا الشيء كتير ضروري تماما هاي مجموعة عوامل بتساعد لأنه الشخص يلاقي الوظيفة المثالية لأله في كتير كان نسبة أشخاص تقدموا صراحة بالمعرض لكن ما كان عندهم الآلية تقديم أو آلية تقديم نفسهم بشكل صحيح لهيك نحن وجهناهن على الجمعيات والهيئات الموجودة لتساعدهم أكتر بموضوع بناء السيرة الزاتية بشكل سجد أنس الزبيان منظم معرض جبس نتشكرك على وجود لك معنا أتمنى لكم التوفيق على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها شكرا كتير لكم شكرا 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 كم التوفيق للكم شكرا نور يعني حلقتنا الخاصة اليوم بعيد العمال وصلت لنهاية وأكيد منوجه تحية كتير كبيرة لعمال سوريا من لونك العام وأنتو بخير أكيد هن حكاية تأسطورة سطرتها إيديهم أكيد بعرق جبينهم حلقتنا اليوم وصلت لنهاية وأكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة تسعة الصباح ضمن فقرات متنوعة وضيف من كافة الإختصاصات ضمن صباحنا غير وأكيد نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة شاشة الإخبارية السورية أكيد أريج ننعايد على جميع عمال سوريا كل عام وأنتم بألف خير كل عام وأنتم عماد الوصان ننعايد على جميع العمال في مخبز الفرن الآلي بمشروع دمار ضمن هاي الحلقة الاستثنائية من صباحنا غير دائما تحيتنا الدائمة بالختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري بكم النصر يولد من جديد كل يوم إلى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة